مكتبات مصغرة في شوارع عدن حدث ثقافي هو الأول من نوعه ومشروع تنويري يستهدف جميع فئات المجتمع وتزويره بكتب متنوعة المجالات المستهدفة هي جميع أفراد المجتمع لأن القراءة لا تخصر على فئة معينة ويأتي هذا المشروع بسبب تدهور الوعي وانخفاض نسبة القراءة وغياب إدراك أهمية القراءة أزمة أخلاق، أزمة قيام، أزمة في كل نواحي المجتمع تلاقيها قلة وعي، قلة ثقافة ويأمل أصحاب المشروع إلى التوسع وزيادة عدد هذه المكتبات في مختلف الأحياء والمديريات بنشوف كيف الإقبال عليها، بنشوف إيش التأثيرات اللي بتحصلها على المكتبة بعد كده إذا شفنا أن المكتبة وهذا المشروع نجح بشكل أكبر بنحاول أن نعمف أكثر من المكتب وصار ممكنا لأي فرد من المرة أن يقضي وقت انتظاره بالاستفادة من الكتب التي أصبحت متاحة في شوارع عدن مروى السيد قناة بلقيس عدن اشتركوا في القناة